الدايرة دي عبارة عن الماوس الماوس دوت أنا بحركه بدماغي يعني هروح يمين شمالي روح متحرك بدماغي بقدر أعمل click بإيدي فالهولولانس بتفهم الهولولانس أو الحاجات اللي الواحد بيعملها بإيدي ده جيم عبارة عن مخلوقات فضائية هو الهولولانس فهم كذا حاجة عندي في البيت عمل scan للحاجات دي كلها للحيطان بتاعت البيت والأرضية وهيبتدي يستعمل الارضية والحيطان ده طبعا الفيديو لسه ببتدي load تمام هنا أنا بعمل scanning للحيطان بتاعت البيت علشان الديفايس يبتدي يفهمها تمام تمام ده طبعا الفيديو لسه ببتدي يستعمل الحيطة بتاعتي على أساس هي موجودة فده ميكسد رياليتي لو جرينا شوية كده الفيديو ألاقي الدنيا طبعا شايفين الصباح ده هو اللي بيطلع على النار ويبتدي وطبعا دي الأكيد دي الحيطة وكل ده عبارة عن ليرز عليها تمام كده احنا عرفنا الثلاث حاجات كده الحاجة الأولينية virtual reality لانا أبقى جوه الموضل الحاجة التانية لأجيومنتد رياليتي إن أنا أبقى شايف اللي حواليه بس حاطت كمان virtual model الحاجة التالتة إن المكسد رياليتي اللي أنا شايف اللي حواليه وكمان في model وكمان بقدر أتحكم فيه لو شفنا أنواع الإكويبمنت اللي أنا بقدر ألبسها علشان أعمل الحاجات دي بتختلف من شركة لشركة هنتكلم برضك عنها إن شاء الله طيب حابب أتكلم عن طيب الكلام ده كله زي ما انتوا شفتوا كده باستعمال حاجة اسمها Microsoft HoloLens طب هو إحنا ما ينفعش نستعمل موبايل بتاعنا بشكل أو بآخر ينفع وهنتكلم عن مميزاته وعيوب وإيه بس أنا عاوز أوريكو كده application كام application كده موجود على الموبايل فتقدروا تنزلوه أول حاجة هنعمل هنا تمام 둘 اخبروني بالرسالة اللعونatم لا أستطيع رأس بnoch أشفتكم تمام ده الابلكيشن ده اللي اسمه Argument تقدر تنزل الموديل بتاعك وتبتدي تشوفه Community Free Community البرنامج اللي أنا بحب قوي اسمه Home Styler زي ما نشايفين اسمه Easy Home Styler ده كان Autodesk الأول ودلوقتي بقى منفاصل عن Autodesk أقدر أعمل فيه ايه أولاً Home Styler هو موجود على الانترنت كويبسايت وكموبايل أبليكيشن طيب على الانترنت تقدر ترسم حيطان وتعمل حاجات كتيرة يعني مثلاً لما تخش على الأكاونت هنا عندي هتلاقي فيه موبايل وفيه ويبسايت لو دخلت على الويبسايت دي حاجات قريدي أنا عمل لها رندرينج وحاجات كده كنت بجرب بترسم الحيطان والشبابيك والحاجات دي كلها كل ده ايبرنامج فيجوليزيشن بيعمله الفكرة هنا انه هو على الانترنت فانت مش محتاج امكانيات كبيرة علشان تعمل رندرينج او الحاجات دي كلها زي طبعاً الموبايل خلينا نشوف ممكن نعمل ايه كريت نيو في كذا حاجة في انها ممكن ناخد صورة والصورة دي ابتدي احط فيها يعني عملنا كده مثلا واخدنا الصورة تمام فبيبتدي يقول لي قولي الحيطان فين خلينا ناخد صورة احسن كريت ديزاين تيك بيكتشور تمام هقول له نزل الارضية هنا واس كده هم تمام كده next هايسألني على ارتفاع السقف سنتيميتر ارتفاع اتنين متر تمام تمام دلوقتي الصورة بتاعتي جاهزة اقدر انسرت اعمل احط فيها مثلا whatever طيب هي صورة فانا ما اقدرش الف واشوف واجي واعمل والحاجات دي هي صورة انا بقدر بعد ما حفظت الصورة دي اضيف عليها الموضل بتاعي طبعا الموضل ده اقدر الفه تمام الابتشن تاني ان انا اقدر يبقى عندي تصميم هما موفرين كذا تصميم بكذا شكل وكذا تصميم ده وتبر انا محتاج فيه ايه وسعن اوضه زيدي فاضية وبالتالي اقدر احط ده هنا اقدر مثلا احط كرسي هنا هنا كمان اقدر لما دست كده اقدر اتحكم في بتاع الكرسي نفسه تطور كده كمان اقدر هنا اتحكم في كذا حاجة تانية زي مثلا اغير لون الحيطة هنالحيطة والأرضية وهكذا. طبعاً الـ options دي تقدروا وتتبصوا عليها أكتر. الحاجة الجديدة بقى كمان هنا أن هما ضافوا Agumented Reality. فأنا قد هنا هو دلوقتي بيعمل scan للأرض. تمام. هقدر مثلاً أضع الكرسي ده. وقدر أقوم واتحرك واشوف الكرسي ده أعمل ازاي؟ ده ببنامج زريف كان بتاع Autodesk كمان أقدر أخذ هنالحيان كده. صورة واحتفظ بالصورة دي. وعملها شير طبعاً. الكاتالوجس دي كلها مليانة حاجات من شركات مختلفة. نقدر بعد كده نستعمل من حاجات دي. طيب. في برنامج بردك شهير. دعنا نخرج بره. بتاع أكيا. برنامج 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 بتاع أكيا لو تاخدوا بالك فوق كده بيظهر زي بيحاول يساعدك لو عملت مثلاً حاجة كده دي طبعاً كلها منتجات IKEA هنختار مثلاً حاجة كبيرة شوية عشان تباني تب يقول السعر وأقول له مثلاً try and place فبتدي يحط الحاجة دي هناك أنا كده بقى عندي كنابة زيادة وأكذا وفي الآخر أقدر أسايف البلايس دوت أعرف كل الحاجات اللي أنا استعملتها وأبعث أردر لها على أكيد طيب طيب يا بش مهندس الكلام اللي انت بتقوله ده جميل وكل حاجة بس إعلقته بقى باللي احنا بنعمله يعني دي حاجات إعلقته بالبام وكي حنا بإحنا نكلم على حاجتين مهمين، بالنسبة بقى نحنا نفهمنا كده يعني A-R وإزاي وإن نقدر نستعمل الموبايل بتاعنا في A وإيه الفرق الأمبرالة كبيرة XR والVR والAR والMR طيب هو ايه صوفتويرز اللي نقدر نستعملها علشان نقوم بإستعمال الحاجات دي كلها لزي ما انتو شايفين كده الحاجات اللي انتو شفتوها دي باستعمال الموبايل كلها حاجات قرية دي يقام جاهزة وانا بحطها طب انا عاوز احط حكتي اعمل ايه يعني الديزيان بتاعي اعمل ايه بعض الابتليكيشنز دي اقدر اعمل الحاجات دي كده بس مايلي هتبقى مودلس مش مش بام مودل ازا صح تعبير بام مودل يعني في برامج كتير اقدر استعمالها اول حاجة يونيتي يونيتي ده برنامج اقدر ابرمج المودل عليه بمعنى اصح ان انا اخلي المودل فاكرين المودل اللي حصل له اكسبلود لما دوس تكليك حصل له اكسبلود ده معمول على يونيتي المودل ده محتوط له بهيفيورز معينة لما اليوزر يعمل الابشن ده اعمل الحركة دي او انيميت الحكاية دي او لما يدوس هنا افتح الباب او او لما يدوس هنا افل الباب وهكذا حاجات بتبقى محتاجة برو جرامين شوية في جزء منها بيبقى الرادي ماد في يونيتي يا دوبك انت بس بتاخد الاوامر دي وتحطها على الايلمنت نفسه وخلاص طيب ده يونيتي ومالقيه بيم 360 اظن يعني ما شاء الله الاسبوع كان مليان كلام عن البيم انا بحاول اخلي الموضوع اخاف شوية وتطبيق اكتر البيم 360 هو دوكيمنت مانيجمنت اوفر كلاود صوفتوير تابع لأوتو ديسك بيعمل ايه الشيء الجميل ده خلينا نفتحه نشوف ده مثال صغير خلينا نشوف كده عملنا كده ده موديل الموضل ده موجود على ويب سايت بقدر الف فيه وعمشي فيه وحط البني ادم هنا وتحكم في كذا حاجة واعمل كروس ساكشنز فيه وكل اللي انت عاوزه وكمان اقيس من النقطة دي للنقطة دي اد كذا وهكذا اقدر اخد فكشنز وامسك ألمانس والألمانس دي اقول هي عبارة عن ايه البروبرتز بتاعتها وكمان اقدر اشوف وقرب في الحاجات طيب اعلقته بقى بالموضل بالXR كل ده من اقدر اعمله على رافد الفرق ان ده مش شرط يبقى انت عندك رافد علشان تستعمله انت بتبص على الموضل حتى كمان لو ما عندكش اكاونت على بمبس 360 بس الشركة اللي منفزة الموضوع ده عندها اكاونت على بمبس 360 تقدر تدخل وتعمل انفيت او يعني تدعو ناس تانية من برا الشركة سواء بقى مهندسين مدني لو لو انت مش تعمل معماري او whatever discipline ايه ويقدروا يعملوا collaboration كده ويشوفوا الموضلز ركبة في بعض عاملة كذا وانا وقدر اعمل ايه وقفلت هنا كده هلاقي ده الفايل بتاع رافد وفيه مثلا issues انا حصل فيه مشكلة في الحاجة الفلانية في الحاجة الفلانية طيب يعني مثلا هنا المشكلة دي طبعا فيها مثلا هي open ولا closed ولا whatever وفيه ليها لينك كده لو دخلت عليها هتلاقي فيه علامة بتقولك المشكلة هنا في الحتة دي في الحاجة دي فهو من فوقية نظري من انجح التولز بتاعة الكمنيكيشن اللي موجودة في سوق ديبقتي طيب ايه علاقته بقى بالAR والVR انت عندك الموضل وعندك الانفورميشن بتاعت الموضل والانفورميشن بتاعت الموضل دي تقدر تطلعها من الموضل وتشوف كزا او تضيف عليها كزا او whatever الانفورميشن اللي انت عاستعملها طيب علشان كمان بام C60 هو بس بتاع Autodesk بس تقدر تنزل زي أبس على الاكاونت بتاعك الأبس دي بتعمل حاجات كتيرة قوي من ضمنها فلد مانجمنت يعني تروح تاخد الموبايل وتدخل داتا من الفلد نفسها تقدر تزاود الانفورميشن وتحط الانفورميشن على الموضل نفسه كل ده وانت ما عندكش رابط كل ده من الابليكيشن هنا وهكذا ابليكيشن معينة هما قدروا يعملوا بام 360 دي third party يعني شركات تانية غير Autodesk هي اللي عملها من ضمن الشركات دي ARVisio ARVisio هو برنامج بيقدر يحولك الموضل بتاعك ان انت تشوفوا على ال-AR اكبر مشكلة بتقابل ال-AR هي عدد ال- polygons اللي موجودة في الموضل وكل ما ال-level of details زادت كل ما عدد ال- polygons زادت على حسب انت في انهي مرحلة انت بتبص على ال-level of details سواء طبعا مش تبص 100 بس هتشوف مثلا 200, 300, 350 whatever كل المعلومات دي هو بياخدها في برنامج وسيط اسمه MR Studio Director بياخد المعلومات دي والموضل والموضل ويحولوا لموضل تقدر تشوفوا على ال-application بتاعه ال-application ده ممكن يكون على موبايل ممكن يكون على موضل ممكن يكون على whatever بقى هما الشركة مغفرة برامج للحاجات دي طيب بتاعيشوا فيديو كده معمول موضل وهنا حول الموضل بتاعي في واحد تالت هنا كده وفي اتنين الاثنين دول بيقدروا يشوفوا الموضل موضل الشخص التالت ده جوا هنا في ال-skill بتاعه ده وهم يدروا ينزلوا ال-skill بتاعه بحيث ان هو يوريهم المشكلة فين كمان بيقدر يقرأ ال-space بتاعك فين يقدر يقرأ ال-space ويقدر يحط point cloud على ال-space بتاعك وكمان يقدر يحط موضل جوا الموضل اللي انت حطوه او ال-space اللي انت موفر طيب كلeh خلينا نبوص مسلا حاجة عملية خلينا نبوص أعم هام ركذا طيب هو هنا بيحاول يقرأ الأرضية والأبستيكلز والحيطان والسقف طبعاً لشان أنا ما عنديش موضل بس أنا عاوز أوريكو كام أبشن هنا مثلاً أقدر أقضر 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 أكتب كلام على الموضل نفسه تمام هنا أقدر أسكان QR كود فالموضل يجيلي على طول فيه بروسس كده بتتعامل علشان تقدر تحول الموضل من البام موضل ليه موضل ينفع يتحط في الـAR يعني هو الـoptions اللي فيه من هنا ومشي كده طبعاً تمام طيب عندما أحب أن أبتدي بالـ softwares كما تشوفتوا كده أنا عندي Unity الفيديو الأولاني اللي احنا شفناه بتاع الـ explode طيب الحاجات بيم 360 بقدر أنزل عليه AR Visio وAR Visio بقدر أتحكم في حاجات كتير أضيف point cloud أعمل notes أكتب whatever زي بالضبط ما كنت بعمل في بيم 360 بس على level AR وار ام تمام فده software ايه الهاردوار بقى؟ هاردوار ماليان هكلم عن أنواع مش هكلم عن حاجات بالظبط بس دي شوية صور لـ الهاردوار اللي ممكن نستعملها في مجال الـ AR أو الـ MR أول حاجة هما متقسمين بالـ types مش باسم الشركة هقولكو على أسامي الشركات وعصارهم تقريباً أول حاجة heads up display which means يعني أن أقدر أربسها بالكامل على دماغي ودي زي Microsoft HoloLens أو كمان Magic Leap هولوغرافيك ديس بلايز يعني بتقدر تحط layers كذا layer قدام عيني أقدر أشوفها ما عادش هو أساساً ما فيش أنا أسف كده كده تمام تمام طيب نبتدي من الأول إحنا كلمنا عن الـ software نتكلم عن الـ hardware الـ hardware الـ hardware لو نكلم على الـ MR و الـ AR أنا أقسمهم على الأساس الـ types مش المركات دولة من لي أهم أربعة بالنسبة لي مايكروسوفت هولولنس وماجيك ليبون ودي المشهورة قوي بتاعت جوجل جلاس دلوقتي هي مش متاحة للأفراد هي متاحة للشركات ودي بصراحة أنا بحبها أكتر حاجة أن هي رخيصة ومريحة بتاعت إبسون في موضلس كتيرة طبعاً من الشركات دي بس خلينا نتكلم عالمين للتقسيم عاملة إزاي أولاً هاتز أب اللي هي دي أنا بحط الماء كلها هنا ميزة الـ HoloLens إن أنا أقدر ألبس ندارة بعد اللير بتاع الـ AR كلها كل الحاجات دي عبارة عن سنسورز بتديف ليرز تانية ليرز إنها تدتكت فاكرين الساعة لما شفنا لما شفنا الحيطان وهي بتعملها سكان في الفيديو الثالث في المكسيد رياليتي هي السنسورز دي مينلي زي بالزبط كده الليزر الثري دي ليزر سكانر بتقدر تدتكت الأبجكتس على الموبايل الموبايل طبعاً مفهوش الميزة دي وكمان هو في الـ HoloLens بيفهم الـ Gestures أو الحركات بتاعت الإيدين فيبتدي تقدر تعمل input فهي أشهر واحدة في المكسيد رياليتي والـ Agumented Reality سعرها في حدود الثلاث تلاف يورو الماجيك كليب هي للأسف النضارة العدسات بتاعتها لو أنت بتلبس نضارة فأنت محتاج تعدل العدسات دي علشان تلبس علشان تبقى شايف لأن ما فيش مجال للـ النضارة هتتلبس عليها كمان هي بيبقى معاها device بيبقى مسكه في إيدك فهو مش بيفهم الـ Gestures بس الديفايس بيبقى أوضح له أكتر أقرب شوية من من الـ VR options يعني إحنا طبعا ما كلمناش عن الـ VR options أنا فضلت أن أتكلم عن الـ AR options لأن هي تكنولوجيا أجد وأظن أنا كمصطفى بفضل الـ AR عن الـ VR الـ VR بيدخلك في كاملة فأنت لازم تبقى عامل حاجة اسمها لأن انت مش شايف اللي حواليك أي حد معادي انت مش شايفه ممكن ان انت ماشي تخبط في الحيطة حاجات من هذا القبيل وكمان الـ الناس ما بيحبوش ما بيبقوش اوار أو فاهمين اللي حواليهم فالـ AR هي يعني هولولانس دي تكنولوجيا خمس سنين بس فاتت فالناس بتفضل الـ AR علشان بتقدر تشوف حاجات وانت كمان بتحط ليرز على الـ غير الـ VR تمام اللي اتنين اللي تحت دول ماين لي اسموهم سمارت غلاسز سمارت غلاسز دول في قدامك حاجة من اتنين يا اما متوصل بالموبايل فهو قرأدي حط لير قدام عينيك اللي انت بتشوفه على الموبايل بتشوفه هنا او انه الرادي هو فيه بروسسر وهو كمبيوتر متحرك الواحده ده اللي سمارت غلاسز اللي من ضمنها طبعا جوجل غلاس او الهند هلس ماين اللي هي سوى موبايل فونز او آيباد او مايو دي تقريبا سعرها الف ومتين يورو دي تقريبا سعرها اللي هي الابسون تقريبا سعرها من تمنمية لتو سميت يورو و دي تقريبا سعرها تلات تلف خمسميت يورو طيب طيب انا لوما كان اي حد عاوزي يبتدي يدخل الاي اار في الشركة بتاعته او في الحاجة بتاعته او حتى حتى انه يتعلم او يبص او يجرب من وقت نظري انه يبتدي بالموبايل يبقى اوير اكتر بالحاجات اللي في الموبايل يقدر يستعملها بالموبايل وبعد كده يبتدي يفكر هجيب أو هستثمر في هاردوير كبير إلا طبعاً لو شركة كبيرة عاوزة تستثمر طيب البنفت لو هو استعمل الموبايل هو عنده الموبايل فمش محتاج يشتري الهاردوير طبعاً هو بيدي له ريل سكيل ايتمز ريل وورد ايتمز الموبايل قرادة متوصلة بالانترنت لأن كل الحاجات دي محتاجة انترنت كونكشن طبعاً ممكن يبقى فيه كذا فيور وطبعاً أنا ممكن أحط بقى بوينز زي ما قلتلكم كده الارك فيزيو اللي هو البروغرام ده ممكن تنزله على الموبايل زي ما أنا وردتك كده وقست المأسات وعملنا دايرة وسهف الار اول حاجة انه هو بروسيسر انتنسف يعني بيستهلك البروسيسر بطريقة فضيعة والبطارية بطريقة فضيعة فأنا محتاج موبايل محترم شوية طبعاً كل ما ابتديت أزود في حجم الموضل كل ما البروسيسر محتاج إمكانات أعلى طيب في مشكلة كمان ولكن بمحاجة كمان الموضل كل ما بحاجة كمان الموضل محتاج كمان الموضل بشيء حالي، لابتدك في صورات السابقة وانتنسف كمان محتاجة كمان الموضل نفسه لما بيعمل سكان بيعمل سكان لكل الانفيرومنت اللي حواليه بالتعريجات بكل حاجة انه هو بيعمل زي 3D سكانر بالزبط بس دي خلاصة المحاضرة تمنى انها تكون عجبتكو يعني واننا حاولت اوصل معلومة ببساطة شديدة شكرا في اسئلة شكرا اتمنى لو اي حد ام سؤال يعمل ريز هند بحيثا ان يعمل مدخلهم بباشرة ام سؤال مع ام انس مساء حد عنده اي سؤال يعمل ريز هند بعد ازن حارزه بباشرة سألتنا حراك ممكن حراك تعمل شكرا تمام اوكي دكتور احمد ستيفي تفضل السلام عليكم الله يعطيك العافية وعليكم السلام عليكم بشمع عندي مصطفى وإن شاء الله هيك عبير ما نفرح إن شاء الله بتخروجك من الدكتوراه يا رب أهلا وسهل بحضرك شكرا جزيلا الله يسلمك يا سيدي طبعا الشكر موصول بنهاية هالمؤتمر للإستاذ محمد والإستاذ عمر مع أنه يعني الغائب الحاضر أضبط الله يسلمك يا سيدي طيب أنا كان عندي بعض الأسئلة والبداية بيبدأ بالبرامج اللي فرجيتنا ياها هالخمس تطبيقات اللي كانوا على الموبايل عندك هل هن مجانيين يعني هذول الإنستوليشن تبعهم سهل مظبوط مجانيين مجانيين يعني من إيكيا توقع تكون مجاني أنيتو استفادوا منه نعم هو أجيومنت مجاني أركي فيو ما ظنش ما هو موجود في الوطن العربي تقدر تنزله بس هو بردك مجاني كمان هوم ستايلر برنامج مجاني بالكامل كل الحركة شفتوا ده مجاني مش أكاونت بروفشن أو هالحاجة هو بس الأرك فيزيو اللي هو أنا است عليه لهو كان لوحده ده ده كان على الموبايل بردك لأنا است بي وحطيت أسهم وحاجات هو هي شركة كندية وأظن تقريبا 12 يوزر بحوالي 1000 يورو تقريبا في السنة حاجة كده مش متأكد من الرقم بالزبط بس هي بتوفر لك مش شرط تبقى أنت لك علاقة بالبام 360 بتوفر لك حاجة تاخد الموضل البام موضل وتحوله إنه هو إنه هو تحطه في AR environment من غير بقى بام 360 أو حاجة طبعا عاوز تعمله كونكشن ما بينه بين بام 360 الموضوع مفتوح بس بردك الابليكيشن اللي موجودة على الموبايل فري فحطيتك تقدر تنزله بردك بس الابليكيشن اللي بيحول الموضل من موضل رافد أو whatever IFC حتى كمان مش شرط يبقى رافد ل AR environment هو اللي بفلوس هم بياخدوه علشان كده علشان بيحول من دال ده إنما كل الحاجات تقدر تقدر تنزلها فور فري الحاجات الابليكيشن طيب يمكن يكون بالبرنامج الكندي يمكن يكون في النسخة طلابية على حاجة معرفتك لا ما ظنش ما ظنش بس ممكن يعني لو حدتك كلمتهم هما ناس منفتحين بس هما طبعا علشان في كندا فبيصحوا متأخر عننا فالفكرة إن يعني هما ممكن يدوا وقت لأن هما رابطين البرنامج بوقت بوقت وعدد يوزرز نعم ويقدروا يوفروا لك وقت تجربة ضحرك مثلا عاوزت توريلي الطلبة أو أو تجربوا في حاجة معينة هما بيوفروا وقت التجربة ده مجانة بشكع مرة تانية إنه وضحتنا الفرق بين هالتعريفات المختلفة ويعني كانت المحاضرة جدا رائعة وبسيطة يعني هاي هي الإشارة الجميلة كان بأسلوبها نعم بديك شكرا جزي ولتمنى إنه هيك نلتأى بحضرتك أنا بدار مشتت يعني علوة بعدين ناخد تليفونات بعضنا أكيد أما إذا جيت عدار مشتت أو هذا وأنا XCDM Smith يعني خمس سنين كمان نشو طيب يا سيدي شكرا كتير العافية فضر الله يسلام شكرا شكرا دكتور كريم فضر أنا يعني عايز أشكر البشمهندس مصطفى أو الدكتور مصطفى بقى على على المحاضرة الممتازة دي وأنا أنا شخصية تعلمت منها حاجات كتير جدا أنا بس كنت بسأل على المر والار الفرق بينهم هل إن المر في تفاعل ما بين الجزء الفيرتشول والجزء الحقيقي إذا أنا فهم صح يعني لأن المر برضو في جزء الفيرتشول وجزء حقيقي والمر جزء الفيرتشول وجزء حقيقي لكن أنا لاحظت في الفيديو إن المر كان فيه تفاعل ما بين الحقيقة والافتراض يعني فيه تفاعل بينهم المر كانوا موجودين بس في نفس اللحظة لكن ما فيش تفاعل بينهم فهل أنا فهم صح مظبوط طيب خليني أوضح نقطتين مهمين هو المر عبارة عن المر بس بتضيف عليه المر كمان يعني وآتبوت كمان يعني الـ AR لو تخيلت كده أنا بحط الموضل في الـ وابص عليه و واعمل عليه حاجات طيب الـ اللي أنا بعملها بالـ AR عبارة عن إيه عبارة عن أنا مثلا مسكت الماوس وعملت كده أو هي أكتر متطبقة على الموبايل إن الموبايل ما شافش إيه دي لو تاخد بالك في الجيم اللي لعبنا فيه مش عارف إيه والحاجات دي كان صباعي مفهوم في الـ فالصباعي دي حاجة حقيقية تمام فالليزر اللي بيروح دوت عبارة عن ريأكشن طلع من صباعي فده مكسد الـ 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 مقدرش أعمل كده هو ميلي هولولانس هي فيها الـ ان هو بيفهم الجيستشيرز بتاعت الإيدين فبالتالي تقدر تعتبره MR لأن فيه layer تاني من الـ input مش بس مجرد حاجة بتحطها وتلفها وخلاص لا ده هو فهم ديك اللي هي في الحقيقة وعمل حاجات بيها virtual فهو عشان كده اسمه mixed reality هو عبارة عن mixture ما بين virtual و argument من مجرد مجرد اظن فكرة واضحة ولا لسه ايو مظبوط كده شكرا لحضرتك انا كده فهمت صح يا دكتور مظبوط مظبوط مش محمدس خالد مجرد ما بين الريبت والإنسكيب وكلنا بستخدم يعني عرفتوا ان فيه نظارات اللي هي هاتسة أوكلوس ريفت و HDB هل في نوع ثالث او في يعني هتدول بس النوع اللي نجدتهم بالماركت هم دول احسن اتنين في الماركت الباقي كله تقدر تعتبره سيني بالمعنى يعني مش سيني لأن كل حاجة الوقت تصنف في السين بس الفكرة ان هو ان هي الوصف احسن حاجة وافضل حاجة هي أوكلوس طبعا وبعدها بتيجي الحاجات التانية الVR انت ممكن تستعمل الموبايل بتاعك في ان انت تحطه ومش عارف انت عارف موضوع الكاردبورد حتى امازون عملت امازون كاردبورد كده عبارة عن كارتون كده بتقدر تحط فيها الموبايل والحاجات دي فدي اسوأ كواليتي لحد أوكلوس طبعا فانت بتقيس الكواليتي على حسب السعر فانت بتعمل يعني عاوز كواليتي عاملة ازاي فبالتالي السعر بينزل بقى هي ال virtual reality تكنولوجي اقدم شوية من ال augmented reality علشان كده فيها product كتير قوي وطبعا دخلة في games اكتر من XR يعني من AR فاكيد فيه product كتير قوي ممكن انا حتى كمان نسمعش عنهم كلهم يعني فهي فكرة processors فكرة الحاجات دي الرامز بتاعتها فيها عاملة ازاي هلها بتوصل field of view انت شايف بزاوية كم درجة كم درجة يعني hololens اوسع حاجة موجودة هي 52 درجة وبتنزل تنزل لحد في حاجات 20 ويمكن اقل شوية 20 درجة view بس فانت لازم تلف عينيك او وشك يمين او شمال عشان تبتلي تشوف الصورة كاملة فنصيحة يعني انت هي money على اساس versus quality كل ما تنزل بسعر اقل كل ما الquality بتاعتها هتبقى اقل حتى لو لقيت البروستسور مش عارف عامل ازاي فممكن يكون ما يستحملش حاجات كتير بالذات احنا بنتعامل مع models والmodels دي غالبا هتبقى تقيل قوي لما كنت جربت كان في برنامج اسمه prospect لو تسمع عنه بتاع VR البرنامج ده ما كان ش بيقبل models الكبيرة يعني كان اخره 2 مليون ونص تقريبا ل3 مليون polygons فبالتالي محتاج تقلل ال polygons فبتقلل الquality بتاعت المodel بتاعك فما بتشوف هاش smooth فبالتالي انت محتاج ايه انت محتاج حاجة تقدر تشيل معاك المodel وتستحمل وتدص وتروح وتيجي وتعمل ولا محتاج تبص بس فاتقل ال equality فبالتالي زي الميزان كده وانا كنت فاهم من قصة Oculus و HTC انهم دول بس النوعين اللي قدر اتحرك سواء بالدرعال بتاعتهم او بالدرعال زي بلاي ستيشن قدر اتحرك جوا الموديل وابص من وشمال بقى الانواع كلها بحط موبايل والكانات اقل يعني مش مش شرط لا في موديل تانية زي زي Oculus و HTC بس quality اقل خلينا يعني من دون بقى ذكر اسماء حاجات هي quality اقل وامكانيات في البروستسينج اقل طبعا عشان كده السعر اقل غير كده في حاجات لا في حاجات فيها برضك هاند هالس كده بتقدر تمسك حاجات في ايدك وتقدر تروح وتيجي يعني كنت نعف سوني بس ممكن شعرت بصراحة هلو يعني ما شفتش حد لسه ادع لي راب يعني وكان جدي كده بص هو الAR والVR هو دلوقتي المستقبل وبالذات كمان الوقت اللي احنا فيه بتاع الكورونا ده خلي الناس عاوزة تقعد في البيت وتروح هتشوف في السايت عامل ازاي او تعمل كذا او تهسب كذا فهو ده المستقبل فكل الشركات الكبيرة بتحاول تستثمر في ده وزي انا قلت لك هو الAR كمان اللي جاي بعد الVR لان زي ما ذكرت في الحضرة الناس بقى مش عاوزة فهم مش عاوزة تفضل جو الحاجة اللي انا عاوز اشوف كل حاجة وقارن ال ده واشوف المأسات وعمل كل الابشنز اللي اعني لو انا بعمل ديزاين جديد مثلا لموديل يعني اوضة خلص مش موجودة هل الAR هيفيتني بحاجة كده ولا الVR يعني انا فهم ان الAR لازم يكون في اوضة مثلا وانا ببدأ احط لها الموديل التانية معاه بس الVR انا موديل كله من اول جديد فبكسلة وانا هعمل ديزاين جديد لغرفة فانا نازم استخدم الVR ولا لا خلينا اوضح نقطة مهمة انت ممكن تعمل الحاجة دي في الاتنين انا قلت على برنامج اسمه يونيتي تمام تمام يونيتي تقدر تاخدوا الموديل اللي انت عامله في 3D ماكس وحاطت بقى فارش وعمل كل الحاجات اللي في كل الحاجات دي تقدر تحط options في يونيتي ان الموديل ده الحيطة دي لما اليوزر يدوس عليها virtual انا مكلم على virtual reality مكلم على argument لما اليوزر يدوس عليها يقدر يديل كذا options سواء بقى الوان سواء material سواء whatever مثلا الشاشة دي شغل عليها البرنامج الفلاني الفيديو الارضية دي عندك options بقى سواء parquet وسراميك ومعرفش ايه فانت كأن بتلعب games بالضبط بس محتاج برمجة جو ومعرفش 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 من لي الفكرة بتاعت unity بقى سواء VR او AR بتقدر تبقى انت حر اكتر لو تاخد بالك AR programs مقفلة شوية علشان برضا كتحتاج programming لقى فكر programming ان انت تبقى تغير في options وحاجات كده ال AR visual اللي انا قلت عليه دوت هم بيعملوا ال unity بتعملوا انهو بيحول الموضل من كزا الAR environment بالطرق معين يعني هم عاملين application كده اخدها يعني هم اخدهاش من unity قصد يعني كفكرة programming اخدها وقال اوكي انا هطبق اي بام موضل هحوله الAR environment وبيبيع الصوفتور بتاعه على هزا الاساس مالي اذا بيج ايديا يعني فكل الحاجات كل ال options اللي تتخيلها موجودة في unity اللي تقدر بقى وفي كمان unity في visual programming فتقدر كمان عارف زي تقول مثلا لما physical object ده يبقى في behaviors معينة في already behaviors جاهزة مش محتاجة انت تكتبها او تبرمجها من اول وديب فدي ميزة كويسة في unity يعني فانت لو ليك بقى في الحاجات دي هو اتجاه unity اكتر unity و unreal ان شاء الله ربنا وفعك يا رب ما علي سؤال برضو ثالث كان بخصوص انا عملت عندما عملت انسكيب من ريفت بيبدأ يطلع علي الشاشة اللي انا بقدر من انها تحرك جوا الموضل بتاعي تمام لما انحاب ابعد الكلام دا لتلع client تاني او ابعد الكلام دا لحد تاني زمان يشوف هل كده ما فيش طريقة او extension قدر عمله غير cloud system مثلا او او ايطريقة اللي اقدر هو VR و انك escape بالضبط ولا ساعت هلازم اشتغل unity مثلا يعني اعم وانت محتاج توفر مخلي الهاردوار بتختلف من حاجة لحاجة فيه هاردوارز بتقبل تفتح الفايلز دي فيه هاردوارز لا فلو client بتاعك عاوز يشوف حاجة غالبا الناس بتعمل ايه بتعمل VR lounge او VR room عندهم في الشركة والclient يجوا يبتدوا يشوفوا الحاجات دي دي اكتر واسرع حاجة طب دلوقت احنا بتاعي في حتة او انا في حتة هبتدي اوفرله واقوله لا انت محتاج requirements 1234 لشان تبتدي تشوف الفايل ده او تشوف الحاجة دي فينزل ريفت وينزل انسكيب لا هو مش هنزل ريفت هنزل انسكيب يعني انهي فين الفاين ال product بتاعك الاتنين من جوا يعني من جوا الريفت دلوقتي بقى فيه زي add-ins بادوش بس على click على الزرار واحد من انسكيب جوا بتفتح لي سكرين تانية كده للBR فالموضوع اصبح مش يعني مش منفصل مش منفصل على الحد علمي اكيد فيه option اه option cloud ده اسلم واسطح حل بس option cloud برضك هي محتاج تشوف هو الهاردوير بتاعته وتقدر تأبلاي على ال cloud دي ولا لا هي هي فكرة الهاردوير والسوفتوير ده بيركبوا على بعض ولا لا هي الكمبيتابيليتي لما جيت اشتغل على اوكلوس مع الناس كما كانت شراض لغات لما لقيت في ستيتن جوا بيقول لي السوفتوير ده مش متماش مع الانطارة لازم نعمل اقنور وانا مسؤول عن صحة صحة انا هي هي دي هقول لك ايه مسلا يعني بحب دائما اضرب بالار لان هي الجديدة او اللي هتشوف ها يعني هولولانز بتاعت مايكروسوفت عليها ويندوز ده كمبيوتر متحرك تمام عليها ويندوز فور هولولانز وصوفت وصوفت وارز للويندوز ده تمام ماينفعش اجيب صوفت وار من جوجل اروح اطلو في هولولانز فهي فكرة الهاردوار ده راكب عليه ايه وبيقدر يفتح ايه تمام اوه تمام طيب اخر حاجة ببقى الـ GIS وليه R كشغل الانفراستركشور هل وده فيه الايه اوه بص انا ماليش اوي في الـ GIS بس في مشاريع عندنا انفراستركشور طيب بتسأع انفراستركشور حاجات مثلا طرق او حاجات انفاء او حاجات كده احنا اصلا النافق بما انه هو بالكيلومترات فهنا بتدي نقسم الفايل الرافد اصلا فموضوع ان انا اعمل انفراستركشور كبير واشوف الـ AR بتاعه ام ما اظنش انه رزنبل اوي في المرحلة دي هو ممكن يتعامل بس مش رزنبل لان الفايل هيبقى كبير فهتبتدي تقلل من ال-OD بعد شوف ايه تقلل واشوف الصور اللي مشهور على الويب عن ما تاني يعني بيجايبين كده مثلا المنهولز والمواصيل اللي متركبة ما بينهم وعلى قطة بالطريقة بياخدوا زي سيكشن الطريقة بيوضخ فين اماكن البيبس معدية فين تحت كلام جميل ده level of detail 200 ممكن غالبا بالسيفل كمان مش بيخش ربط او بيخش او السيفل احسن في ال infrastructure اه معرفش انتعرف في حاجة بردك ظريفة جدا اسمه InfraWorks لو تعرف InfraWorks اه انفراوركس عظيم وبيشتغل على BIM 360 فتبتدي مع مشروع تبتدي تستعمله على AR او VR انفراوركس حلو قوي للطرق الكباري والحاجات دي وفي سيميليشن للسرعات السيارات والعربيات وضغط اللي مش عارف ايه بتاع Infra structure ومستو انه هو طبعا compatible مع الحاجات بتاعت بتاعت auto desk ف auto desk ف دي ميزا في تمام تاني الفكرة في level of details زي انفراوركس مش هديك level of details 500 او 400 انت عاوز تشوف ايه خلال النضارة او خلال سواء ال VR ولا AR كوكل يعني او او بديتكلم اكتر على information اكتر من الشكل يا عامل انا مهتم شوية بالشكل حاجة لها بتوضح information نفسها اللي يقدر الواحد يشوفها ويجو الموضي دي الاهم نظبط نظبط تمام شكرا جزيلا شكرا جميل عن المحضرة جميل شكرا جزيلا لحدتك شكرا تفضل شكرا 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 مصطفا في كم سؤال كده على تشات تمام هتزوم في مهانس يقول حضرتك قلت ان فيه بروسس بتتعمل عشان نقدر نشوف الموضل ونتعمل معاه في بيئة XR هل ممكن تكلمنا هو فيه كذا طريقة أو خلينا نقول كذا برنامج فيه برنامج اسمه Unity اللي أنا لسه كنت بتكلم باش معندس عليه برنامج Unity ده بتقدر تحط في IFC File بتحط في RVT File بتقدر تحط في Whatever 3D Model File و في الحالة لي في Options معينة جو Unity علشان يحضر لك الموديل ده انه ينفع يتشاف على AR Environment AR Environment بعد كده انت بتبتدي تحط حاجات commands زي ما انتو شفتوا مثلا الموديل اللي حصل له Explode كده فده Option اتعامل في Unity ان انا لما دوس هنا يحصل له Explode لما دوس هنا يرجع تاني فدي Options في Unity لان Unity مفتوح اوي في موضوع AR بعد كده في بيناميك تاني اللي قلت اللي هو بسيط جدا اللي هو AR Visio اللي هي الشركة الكندية هو بياخد برضا Extensions IFC IFC RVT وبعد الكاد extensions وبيحولوا ب2 أو 3 clicks ل AR Model وبيعمل وبيعمل ايه هنا هو البرنامج ده بيقلل بيoptimize بمعنى صح number of polygons عدد ال polygons اللي موجودة في الموضل بيقللها فتقدر ال hardware تقدر تشوفه ان هي دي جاب اللي موجودة دلوقتي ما بين software والhardware ان الhardware مش قادر يستحمل العدد معين من polygons لو الشخص تشقلب على دماغه ومش هيقدر يفتح لان هو الميموري بتاعته المتاحة كده فشوية بشوية الhardware بيزيد 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 زي بالزبط ما حصل في الكاميرا بتاعت الموبايل مثلا كان بنشوف كاميرا دلوقتي بقت بالعشرين ميجا بيكسل وحاجات كده فهي الفكرة ان الsoftware نفسه هو التاني الهو بيقلل عدد اللي موجودة في الموضل علشان تقدر تفتحها بالAR سواء موبايل سواء hololans سواء whatever بس خلي بقليك الفكرة مش بس ان انا اشوف الموضل الفكرة كمان ان انا اينترك مع الموضل اليف حوالين الموضل اكتب نوتس على الموضل اقول لا دي حاجة مش صحة اعمل كذا يبقى في حد تاني يداخل معايا ويشوف الموضل ده ويبص ويقول لا طب وريني الحتة دي عاملة ازاي طب شوف النحية دي عاملة ازاي وهكذا فهي اكتر كولابراتف كومينيكيشن عن ان انا ابقى قاعد لوحدي يا سلام انا شايف الموديل اه طبعا ممكن اعمل كده وبحيث ان الشخص اللي بعدها ييجي يشوف بس الفكرة ان هي تبقى اكتر كولابراتف الناس كلها تبقى عادين ويتاخذوا قرار ويحلوا المشاكل في قاعدة او قاعدتين كأنهم راحوا للسايت والحاجة قرادة مبنية تمام اظن تمام دكتور شيماء عشور بتقول اعرف ان يمكن اعمل سكشن في المدر المستخدم داخل الحيث بالليزر سكانر هل يمكن دمج الفكرتين على حسن ان افهمت السؤال هي اعاوز اتعمل كروس سكشن جوه البوينت كلاود صح ولا انا فاهم ولد دكتور شيماء معينا فاهم ممكن السلام عليكم عليكم السلام وحط الله بركاته دكتور شيماء هلو ايوة ايوة تفضلي ايباش مهندس ما حضرتك اهنا سهلا تفضلي هايك سامعني كويس اه سامع حضرك تفضلي اه تمام هو الفكرة ان شفت في الليزر سكانر نفسه هو بيعمل هو بيعمل سكشن للموديل لما بنشتغل عليه بعد ما هو بيصور مثلا قاع او مكان فبسأل برضو هل ممكن لو احنا ضيفنا عنصر في النموذج اللي بنشتغل ايوة اه هو دكتور into internet عندي عسيء اه طيب انا احاول اتوعب السؤال هو الدكتور شيماء بتسأل لو انا عندي بوينتكلاود اللي هو طالع من الليزر سكانر وعندي موديل وحاطت الاثنين على بعض هلا قدر اعمل سكشن وسط الاثنين اه ولا لا دي حاجة ممكن اعملها في رافت أصلا ممكن احط بوينتكلاود جوه رافت وعملها طب لو اي ار اه طبعا اوبشن السكشن مع كزا حاجة مع بعض دي ممكن اعملها طبعا بمتال بساطة بل بالعكس كمان انا ممكن اكسبورت موضل هو عبارة عن 3D سكشن فابتدي انا فيش والاس 3D سكشن لوحده مع بعض بوينتكلاود بتاعته اللي هو الجزء ده بس وهكزا ارجو اكون ان انا فهمت سؤال صح تمام اه اتمنى اه ان شاء اللي هو بس الانترنت سيء فالسؤال اللي بعده لمهاندس حمد رمضان هي ابرز مثل على الواقع الممتد هل تم برمجة كل مكون فعلا في اللعبة لانها لا تحصى تقريبا ام هناك طريقة اسهل البرمجة واتفاعل بين المستخدم والموديل ومع البرامج المستخدمة لان التقنيات داخل اللعبة ليست موجودة جميعها في برنامج واحد ما هو بسراح انا مش عارف هو بيكلم على game ايه ها احركوا Half-life 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 ها انا بس انا مسمعتش عنه بس على حد علمي ان ان Unity بيعمل games فرض Unity بيستعمال الانريل دولها games engine وAR وVR tool كل حاجة تقدر تبرمجها تمسك الobject طالما عندك حاجة object oriented تقدر تمسك الobject دي وتقدر تحرك الobject دي او تعمل commands على الobject دي فتقدر تدي اليوزر امكانية ان هو لما يدوس كذا يعمل كذا هي مفتوحة برمجة فخيالك ياخدك بقى الفين والبروستسر بتاعك يوديك لفين هما دول الاثنين الoptions اللي عندك على حسب ما انا فاهم الconcept بس انا بصراحة ما اعرفش اللعبة دي اصلا ما اجربتهاش فما اقدرش اجزم هي شغالة ازاي دكتور ابراهيم بيقول هل ممكن رابط البرامج اللي اللي حضرتك اتلمت عنها البرامج اللي هي الابليكيشن الابليكيشن على الموبايل موبايل ولا كله انا انا وريت اصلا الابليكيشن على الموبايل ميلي يعني اللعبة اللي موجودة ديت اللي فيها ليزر وبتاعه وحاجات دي دي لازم يبقى عندك هولولانس عشان تقدر تنزلها وتستعملها الحاجات التانية اللي هي بصيرش صغير يعني ممكن تيجي من على جوجل جوجل بلاي بس ممكن ابعت اللينكس مفيش مشكلة يعني اوكي احنا ممكن نرفع ان شاء الله وعندراه مفيش مشكلة ان شاء الله وبإذن الله مفيش مشكلة انا باشكر حضرتك شكرا جزيلا مفيش اسألة تاني اه هو اظن مفيش اسألة عن معرفش دكتور احمد اه عمر ريزهند هل في مدخلة دكتور احمد؟ تمام مفيش مدخلة شكرا جزيلا مش موجود مصابر انا بس انا بمحاضرة ان شاء الله انا سعيد بيكو جدا ودايما الامام بمعرفيا حاجة مشرفة في بطن العربي يعني ربينا ايكرمكم جميعا شكرا 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 جزيلا حلوك طعف الفضل سلام مع سلام اه دقيقة واحدة هنزل لينك الحضور عشان الناس تسجل الحضرة شكرا شكرا اه باش مواندس محمد اشرف انا حب اشكرك انت بصفة بقى يعني انت عبت معينا جدا الاسبوع دوت ان شاء الله كده بمعرفيا الامام لسه اللي جاي ان شاء الله انتظرين الافضل ان شاء الله كمان ان شاء الله هو الجروب كامل بصراحة مش انا الوحدي انا ما عملتش حاجة غير انها كنت بانشور بص على الفيسبوك والواتساب لكن كل الجروب هو اللي كان بيعمل كل حاجة ربني خدك شكرا جزيلا دكتور وشكرا للحضور جميعا على حضوركم وانتظامكم معنا وان شاء الله احنا مكملين من بكرة يوميا محاضرات على الجوجل كليندر كل حاجة موجودة واستمتعنا مع حضراتكم ومع المحاضرين الاعزاء بالمؤتمر ده ان شاء الله وان شاء الله الخادم افضل واستفدنا من اراء حضراتكم اللي حضراتكم بتكتبوها فعلا في الفيسبوك وان شاء الله ناخدها في اللاتبور شكرا اللي حركوا جدا على الحضور اه بشمونز احمد هو ساشا من سابن لسا ما ننزلش الشهادة بتاعته فعلا ان شاء الله ساشا من سابن وايت مبارك من النهاردة هينزله بإذن الله في خلال يعني الساعة قادمة ان شاء الله بإذن الله مش هنتأخر عليكم اه اه انحايا باوضح بس الداتا بتترفع على جوجل درايف كلها ان شاء الله واي داتا بتيجي بنعمل لها ابلوب بانتظام اه فاتمنى الدرايف اه حضراتكم بطلعته عاليا سواء في المشاهدات او في الداتا بتترفعها على خول بإذن الله شكرا لحباتكم وفي انتظاركم بكرا ان شاء الله في اه يعني محاضرة كده مختلفة شوية عن طريقة عمل الفيديوهات والمونتاج والسكريبت يعني هي خارج السندوق شوية بس هتفيد الناس كلها بإذن الله اشتركوا في القناة 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 ان شاء الله محضرة هتفيد الناس يعني آآ وهتكون فوصل بعد معتمر البيان ان شاء الله وهتستفيدوا فيها بإذن الله كتير يعني اعتمنا بس الناس تخلي معها الجوجل ده هيوفر على الناس كتير آآ بصراحه يعني آآ كل المحضرات بيتعامل لها يوميا آآ 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 بنحاول نخلي كل التواريخ عليه تمام بحيث ان اي آآ اي مواعيد تبقى سابتة ومحضرتك في الكالندر ده تمام فده هيوفر عليكم يعني آآ آآ متابعة للبستات او يعني او وقت يعني فاتمنى ان حضراتكو تحتفزوا بي يعني ان شاء الله شكرا 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 أتمنى من الجميع سجل في فور الذي ينزل